أم حسين بارك الله فيها تقول يعني لما أقول سبحان الله عدد خلقه هل يكون فعلا سبحت الله عدد خلقه يعني هل فعلا هذا يقع أم أنه فقط جملة لا يا أخت الفاضل هذا فضل الله عز وجل هذا جود الله هذا كرم الله عز وجل الذي يقول سبحان الله عدد خلقه فإنه يكون قد سبح عدد خلق الله ولك أن تتصور كم عدد خلق الله مما نشاهد ومما لا نشاهد السماوات من خلق الله والأرضين من خلق الله والكواكب من خلق الله والبشر من خلق الله والجن من خلق الله ويخلق ما لا تعلمون كله من خلق الله ولذلك يقول سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته الله أكبر مداد كلماته ولذلك جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار الصباح فالإنسان يذكر الله عز وجل